اتصالات الفضائية وحماية وتبادل البيانات العربية والقضايا الخاصة بدولة فلسطين في مجالات الاتصالات والبريد بالإضافة إلى الأمن السيبراني وتنظيم المنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي أبرز ما ركز عليه الاجتماع الثاني والخمسون للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات لعام 2023 الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتترأسه دولة الإمارات العربية المتحدة ناقشنا أمور كثيرة في كل ما يتعلق بقطاع المعلومات والاتصالات مواضيع لها شأن كبير في رفع والارتقاء بمستوى الدول العربية في تسخير التقنيات والتكنولوجيا في تسهيل الخدمات التي نقدمها لشعوبنا الارتقاء بمستوى الخدمات وأيضا الاقتصاد اقتصاد الدول العربية الاجتماع ناقش أهم التوصيات المنبثقة من الاجتماع الحادي والخمسين لللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات والاجتماع الثالث والأربعين لللجنة العربية الدائمة للبريد واعتمادها وذلك تمهدا لرفع التوصيات المناسبة إلى اللجنة الوزارية لوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بما يعزز العمل العربي المشترك في هذه المجالات هذه الاجتماعات مهمة لتعزيز التعاون بين الدول العربية ووضع أطر تنظيمية ووضع أطر في مجال الاتصالات والمعلومات في التعاون في الأمن السبراني في حماية البيانات الشخصية والبيانات المتداولة بين الدول العربية في موضوع الإنترنت وإصدارات الإنترنت في موضوع أيضا قضايا تتعلق في بعض الدول العربية مثل قضايا متعلقة بالإخوة في فلسطين مبادرة العاصمة العربية الرقمية وقد استهرضت المجموعة العربية خلال اجتماع المجلس موضوعات إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات وخطته الاستراتيجية والتشغيلية والمالية بالإضافة إلى المقترحات المهمة التي تهدف إلى تحسين عمل هذه المنظمة العالمية مستقبلا